طيب لما رجعت لعبت لعبت الاول باكليفت اه لعبت باكليفت بعدين لعبت باكرايت وبعدين باكرايت وفي المنتخب لعبت ستوبا انت عارف ليه بقى الباكليفت والباكرايت حاولك ليه ما لازم تقول طبعا اه حاولك ليه انا المشكلة ان انا في كلية الكلية بتاعت كلية صعبة جدا كلية صعبة جدا وحتى انا كان فيه نصيحة من النصيح انا افتكرة للكابتن عم بعزيزة بشافي كابتن زيزو واللي كانت خطيب كده قالولي عشان تلعب وتكمل في النادي الاهلي خلي بالك النصيح دي كانت غالية جدا وكانت فعلا قال لي علشان تقدر كده صعب انك انت تتبقى في كلية وكده وتقدر فلازم تبقى فيه كلية نظرية يعني لان كلية فيها عملي وشافوي والهين وكلية صعبة جدا يعني هنا قالولي لازم يبقى ايه تروح كلية اسهل على اساس انك انت وفعلا ان انا لقيت ان اللعب في النادي الاهلي احترافي احترافي كان ابليك كان بيلعب معنا الدكتور ريح يا بهجة الله ارحمه واسن سالم جنال عبدالرازي وسمير دكتور سامح حسن كان بيلعب جنوب دكتور حسام البدراوي كل دور كان بيلعبه ومتحة الله يرحمه وما كملوش ومتحة مصطفى ما كملوش عشان كان الكلية صعبة جدا فهو كانت نصيحة غالية بس انا انت عارف كانت ساعتها الكورة كانت عبارة عن هواية ما كانش لعب الكورة بهذا الشأن دلوقت يعني لعب الكورة سيط بس ايوه ما هو انت بتلعبها بس لما تيجي تقعد مع حد يقول لك ابن الكورة مش دايمة الكورة مش لك وكان اهلينا بقولنا لان ما كانش فعلا يعني ما ايه ممكن تجيلك اصابة بطالة الكورة بتاعك ما كانش فيه الزخم دلوقتي اللي موجود مع اللعيب او الكرير اللي ممكن يبقى من لعب الكورة يبقى محلل يبقى مدرب واجازة يعني فانا كنت في كلية الصيدالله عندي شهرين من اللي هو خمسة وستة لازم اخدهم اجازة انت دول كنت بتختفي فيهم تنامي اختفي ما هو دولا من الشهرين انا ما بروحش الكلية خالص انا انا بسعى الصبح من الساعة تسعة اروح النادي اعود معاكم نفتح البوابة بتاعتها ونقف البوابة النادي لازم ساعة تسعة بالليل وكنا بنسافر برا مع بعض كتير وبنعمل فكان احتراف بالكامل يعني عشنا حياة احترافية في وقت ما كانش في احتراف عدم مصر طب قدرت ازاي تواظب بين الكلية وبين التمرين والله هي اللي فديتني فيه المدام عندي الدكتورة هالة دكتورة هالة طبعا اه دي يعني هي ادعيلها اه انا بدعيلي على طول والله هي دي اه اولا انا هي كان بطلة مصر في السباحة الضولفن في النادي اه في النادي الاهلي اه وكانت معايا في خونية الصيدان فلما خطبتها كانت هي دايما بسعيدني انت خطبتها مصلحة ولا خطبتها حبيتها والله هي اللي اتنين مع بعض مصلحة احب الصراحة مكنتش مقولة هالة كنت احبقى الغد ولكن بتعملك المحاضرات بتلخصها انا ما كنت بروح خالص يعني انت عارف حضارك اللي هو الصورة دي اهي دكتور هالة هي طبعا وهي صف جامعة كمان انت استغلتها استغلال غير عادي لا بس هي كانت بتعملها بتعملها بحب اه طبعا ربنا يديم عليكو يا رب فهي اللي ساعدتني في القصة دي فعشان كده لما كنت باخد اربعة وخمسة اجازة اجي انا مثلا باكلفت اساسي اجي بعد اربعة وخمسة اجي الاقي فيه عشرين واحد طلعوا في المكان ده في ام مدور على الارتاني اروح باكرايت اه انا لحبت كل الاماكن لكن لو انا جيت لقيت المكان تتشغل ادور على مكان تلك باكرايت باكرايت تتشغل باكليفتو باكرايت ولبرو ولبرو وستوبر اه اه اشتركوا في القناة